نداء عائلتين تستنجد بالسلطات العليا في البلاد لتسهيل إجراءات السفر لعلاج ابنتهم جنة التي تبتسم إلى الحياة رغم واقعها الأليمة لنتابع هنا في ولاية عنابة وبالضبط بلدية سيدي عمار تقطن الطفلة جنة سيدرة التي تبلغ من العمر تسعة أشهر فقط شاء القدر أن تولد بتشوه خلقي ما كنتش على باري كنت نداوي كل شهر نروح ندر لي يكون دير كلش واحد فيهم لقلي أي بنتك معاقة ولا عندها بروبليم أمهم كل شهر ندر لي يكون نعقب ندر لي زاناليز ولا واحد فيقبها ثلاثة طبا نعقب عندهم واحدة ما قتلي ولا حتى ننهر لي ولدتها كان عندها في مراحة الحمل كان عندها منك تاع هرمون سبب لها الإعاقة دية عندها مشكلة في الليون شاحة عندها مشكلة في التيبيا عندها مشكلة في لاجونب من التحت عندها مشكلة في البراء عندها عضوما ما كانش لازم لتها كشغل عمليات على مراحل المالة خلقت حين نجريوا بها يعني ما خلينا براحة بلاصة كان ينطبها دارونا أمل وكان ينطبها فقدونا في الأمل لم تستسلم العائلة لهذا الأمر بحيث قاموا بالتواصل مع إحدى المستشفيات الفرنسية المتخصصة في جراحة العظام وبحكم تطور الطب تبين إمكانية علاج جنة وقدرتها على المشي مستقبلا عندها رجلها قصارة بعضها مشو إشكال حتى إذا قصارة على الأخرى تقدر تمشي ممكن تكون ميلة معيش بصحة بتاع العظومة مشهم في بلايسهم لازم تدخل جراحي تبينها تشوف الناس أولادهم يمشي وبنت قاعدة ما تنجمش حاجب هنا تغيضك ما اللي خرقت هنا ينبكي علاها الحد الآن تمنى غير تمشي باركو فريد ما نقيتش يعني أعمال كبيرة هنا من خلاف يعني دروها غير على العملية دع الميزان ليهي يعني أسهل عملية بص على العملية زراعة العدم هنا في الجزائر مش همطة أفر قامت العائلة بتأمين تكاليف العملية التي قدرت بمليار وسبعمائة مليون سنتيم لتنصدم بمجموعة من الصعوبات والعرقيلة حتى دوسيها درتولها مني كان شهر الحد الآن معطونا حتى وثيقتها سهل وهانا برك خاش قالوك لازم نجيب ورقة من بلدي عملية تعبنتك ما كانش هنا في الجزائر والورقة هدية شربنا المرة علىها مدى بنا نحن سلطات تبدل كل مجهود وتوفر كل الشروط لبنية هدية مستقبل يعني البنية هدية رأي مستقبل الجزائر كل اتحال ورأي بنيتنا كل ما طلبين حتى شيء على كل شروط كل وسائل متوفرة بمفاعل المال بمفاعل الباسبور بمفاعل نحن طلبين يعني تسهيلات برك من طرف السلطات ومدى بنا يسهلون لا با يكون الفيزاء على اخر وقت ممكن خطر اذا كان الطفل هذي تقعد يعني من جد عامة لعامة لعام ربما يكبر لعلة تكبر تاحها وتكون ربما يعني يكون فات الاعوان با الطفل هذي تدوي العائلة يعني لمولي الحمد لله يا ربي مش نيطالب يعني حتى فلس من عند حتى واحد بإذن الله كي تتصرنا بالمستشفى في ليون اسمه مير انفون مستشفى متخصص في جراحة العظام وزراعة العظام لأطفال صغار برك بين قوسين حددنا يعني ما طعناش اكزاك حددنا مبلغ تعال عملية ليتجاوز مليار وستمائة ولا مليار وسبعمائة الحمد لله وفرناه وشيبقى تعانو غير نتنقله المستشفى هذا صعب وهنا في الفيزا كالك لازم يتروح واحدة واحد من الابا وين طفلك شوفوا فيها يعني لا امها تقدر عليها وحدة لا انا نقدر عليها وحدة هو انبوسي بنخلي بنتي تروح واحد باش نطلع انا معاها من الجمشة نها وحدة انا نطالبهم يعاوني في التأشيرة فقط يسهلوني مش يعاونوني يسهلوني في التأشيرة بها نسافر برك من يطالب لا صوارد لا حتى شيء سهلوني في التأشيرة حاب نسافر انا وبنتي وزوجتي بها نعالج بنتي ونرع فقط افراد العائلة يناشدون السلطات العليا في البلاد التدخل العاجل لتسهيل اجراءات السفر وانقاضي ملاك صغيرة من مصير مخيف